اشتركوا في القناة لأخيها مذرأته أعولت ودعت بالمصطفى وانتدبت بأبيها المرتضى يا أبتا أفتديها مذهوت فوق الحسين يا حسين ليلة القدر يا حسين يا حسين أفتديها مذهوت فوق الحسين لثمت منحره والودجان وهي تدعو حسينا وحسين وقتيلا في السماوات عزا ودعت يا قوم من يرحمنا من يغسل خيرة الله لنا من يواريه ومن يمنعنا عن عدانا وعلى الله جزاه سامحوني ثم لما لم ترى منهم مجيب شقت الجيب ونادت بنحيب يا رسول الله يا رسول الله قم هذا الحبيب في الفيافي لا تواريه عدى يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله وبعد يا زينب مروا على الأكبر فوق الثرم طبر نادوا بني حدار خلهم يغسلون مروا على القاسم فوق الثرنايب نادوا بني هاشيم خلهم يزفون وين أهل الحوائج؟ مروا على العبا بفضل مروا على العباس جثة بلا يرى وبعد وين يا زينب ساقد مروا على العطشان فوق الثرع ريال نادوا بني عدنان خلهم يدفنوا الليالة زينب يتقوا لشلونها من البواج رايحات عيونها زينب الليالة شلون بيها مطبور عالها موليها شهر الصيام به الإسلام قد فجعه وفي رزيته قلب الهدى صدعه اليوم فلتسك بالأيتام عبرتها ولتترك الصبر لكن تصحب الجزع كل واحد من عدكم يحب يكمل شهر رمضان وهو بين أحبابه وأهله وخوانه بس بحسين ما تم مصيامه بحسين ما تم مصيامه بحسين ما تم مصيامه لف العيد وأولا ديتام السوية السوية يتبين يبن ملجم ضربت يبسي في الناجع بس والإحسين يا ولت يتبين كان من جملة وصايا أمير المؤمنين أنه قال لولدي الحسن يا بني كأني بك وقد سقيت السوم فاخضر وجوك وأخذت تقذف كبدك قطعة القطع ثم التفت إلى ولدي الحسين وقال كأني بك يا أبا عبد الله وقد ازدلف إليك ثلاثون ألفا ثم قال لبنتي زينب كأني بك وببقية بناتي على نياق مهزول يطاف بكم من بلد إلى بلغ ويقال أن أمير المؤمنين قال فليبقى في هذه الحجرة بنو فاطمة يعني أبناء فاطمة الزهراء فقام أبو الفضل العباس قال له أمير المؤمنين إلى أين يا نور عيني قال لأبا أنت تقول يبقون بني فاطمة قال لأبقى أبقى أنت من بني فاطمة سيدي يا قمر العشيرة نحن بخدمتك بزيارتك بها الليلة العظيمة سيدي فتنظر من عندك قضاء حاجة شفاء مريض حسن عاقبة يا عباس شنهي لمجيدا يا عيدا سيح من نبت بالعين لقصة يا عيدا يقل على سهم عيني مجيد لا قص يميني السبيت يا زيانة بزاد هموني فيقولون أمير المؤمنين أخذ بيدها وضعها بيدي والدي العباس وقال هذه وديعتي عندك وريد بزيانة بتوصود عليكم ما أقولي هون هاي أم الخدر والعز بالذلة تخلوها انتهض حين السمع أباس أمرك يا الأبو على الراس خل تسمع جميع الناس تراها بشي امتزئنا بوينا اللي صلحدة اشحال ابن الحسن من غمض عيون اليو قعب شدة شي صيح يا علي اشحال ابن الحسن من غمض عيون وامشل ثم انراد ويشيلون تحاجيهم وهم قاموا يغسلون اهنايا مغسلة لا تلجموا صوابة يعني زينب زينب طفولتها شافت جنازة جدها رسول الله حملها الناس حملها أمير المؤمنين بعد ذلك شافت جنازة أمها فاطمة الزهراء حملها أبوها أمير المؤمنين والحسن والحسين ووسطهم ذاك اليوم قالت وص حيدر من ينزلها القبور لا يوسدها على خد المنصط بعيد العائل جم ضلع هل من كسر بعد ذلك شافت جنازة أبوها علي بهاي الأيام فبكت وصرخت فكأن الحسن يقلها اسمع لا تبجين يا عزيانب لا تبجين لا تبجين يا عزيانب لا تبجين خل البجال وداع العزين فشافت جنازة أبوها علي والناس حامليها يقول محمد بن الحنفية والله ما مررنا على شجر ولا على نخل ولا على شاهق إلا وانحنا خضوعا لأمير المؤمنين ثم بعد ذلك شافت جنازة أخوها الحسن شالها الحسين بس يوم كربلة صاحت أما فيكم مسلم يواري هذا الغريب ولا صايحة يبنم صاحت ولا نايحة يبنم لا أحد الصايحة للشام راخت يعني هذه الأيام أنتم تسمعون في مجالس أمير المؤمنين حاطت علي بناءته هذه تشموا هذه تقبلوا هذه تقول وأبتا وغليا مع وجود الحسن والحسين وبقية بن ياشم لكن أكو صورة تشبه هذه الصورة يوم عاشورا لما بنات أمير المؤمنين أحطنا حول جسد الحسين هذه تقبلوا هذه تشموا فواحدة تحنوا على يتضموا وأخرى على يحب الردع تضلل وأخرى على خوف تلوذ بجنبه وأخرى لما قد نالها ليستعقلوا سامحوني وأخرى بفيض النحر تصبغ شعرها وأخرى تفديه وأخرى تقبل تهدمت والله أركان الهدى تهدمت والله أركان الهدى تهدمت والله أركان الهدى تهدمت والله أركان الهدى قضى علي فن عز أحمد هذا علي كيف يطويه الردى علي من والاه نالا الرشدى علي من عاده قد ضاع سدا فن عز أحمد الله أركان الهدى وصوت جبريل بحزن ردد تهدمت والله أركان الهدى قتلتم الصلاة في محرابها يا قاتله وهو في محرابه اجتمعت عدة أسباب هذه الليلة لاستجابة الدعاء في كربلاء المقدسة حرم الحسين وحرم أخيها بالفضل العباس وليلة الجمعة وليلة القدر وحضور المؤمنين شيعة أهل البيت بعد قراءة الدعاء أبي حمز الثمالي ارفعوا بأيديكم إلى الله اطلبوا من الله أن يكتبنا من عتقائه من النار اللهم اكتبنا من عتقائك من النار ربي لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنها أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوق ندعو لولي نعمتنا وإمام زماننا الإمام صاحب العصر والزمان ليت شعري أين استقرت بك النوى أم أي أرض تقلك أو ترى أدرضها وغيرها مذيطها عزيز علي نرى الخلق ولا ترى سيدي أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة حيث الحسين على الثرى خيل العدى طحنت ضلوع يا ابن الحسن شيل اللي وقوم يا مذخور لخذ الثارك اليوم يا مذخور لخذ الثارك اليوم تنسى الغريب المات مظلوم عطشان ومن الماء محروم سيدي تنسى سبزيان أبو وشلتو الإمام هو يقول لسان حالة أفرض خلصة الغيب وحجاب على الخلق شلتو أتصور تقول الناس هذا اللي سب وعمتو وهذا الجد على التربان خيل عداه ساحكتو اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين تقبل من الحاضرين من أوصاني بالدعاء سماحة السيد أحمد الصافي وبقية الأخوة خدام العباس اللهم احفظهم ديم خدمتهم لزوار أبو الفضل العباس اجعلها في ميزان حسناتهم كل سنة وكل عام إن شاء الله على هذه الليلة وهذه الجمعة والحضور اللهم احفظ شيعة أهل البيت في مشارق الأرض ومغاربها احفظ مرجعيتنا احفظ مرجعنا الأعلى السيد السستاني اللهم اجعل كلمتهم العليا وكلمة أعدائهم السفلى اللهم انصر أخوتنا المجاهدين المقاتلين في ساحات العز والشرف الرحمة والخلود للشهداء الشفاء للجرحى أمواتكم جميعا الفاتحة مع الصلوات الله اللهم اشتركوا في القناة 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 اللهم اشتركوا في القناة